أسبوع ثاني يقضي من عمر الأزمة المشتعلة في السودان بينما لا تزال الاشتباكات مستمرة في العاصمة الخرطوم والعديد من المناطق الأخرى الأمر الذي ينذر بدخول البلاد نفقا مظلما اشتباكات مستعرة بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع في العاصمة الخرطوم تفوقت فيها قوات الجيش إلى حد كبير حيث تتركز المواجهات في مدن العاصمة الثلاث الخرطوم أم درمان والخرطوم بحري وأكثر من سبع ولايات سودانية وخمس ولايات في إقليم درفور غربي البلاد في منطقة وسط الخرطوم حيث المواقع السيادية والرمزية تستمر الاشتباكات الأعنف وفي الأيام القليلة الماضية نجح الجيش في إحراج ميليشيا الدعم السريع من مقر قيادة الجيش بينما لا تزل المعارك تدور بشراسة في محيط القصر الرئاسي وبالتوجه غربا تزداد سيطرة الجيش السوداني وخصوصا على المناطق المحاذية لشارع الغابة وصولا إلى جسر النيل الأبيض وجسر الفتحاب الرابط بين الخرطوم وأم درمان ومنذ اليوم الأول للاشتباكات بدأت العديد من الأطراف الدولية والإقليمية جهودا حثيثة سعيا منها إلى فرض هدنة على الأراضي السودانية ودعوة طرفين نزاع إلى طاولة الحوار في ظل تصاعد أعداد الضحايا والتساع دائرة الاشتباكات في البلاد قبول الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع مبادرة منظمة الهيئة الحكومية للتنمية إيجاد بشأن هدنة إنسانية شكل بارقة أمل لإنهاء الأزمة إذ تعد هذه خامس محاولة لوقف إطلاق النار بعد هدن إما اخترقت جزئيا أو انهارت قبل بدايتها لقطات إنسانية تصدرت المشهد في الأسبوع الثاني من الاشتباكات بعد أن استغلت الدول العربية والعالمية وقف إطلاق النار والهدوء النسبي في إجلاء آلاف من الرعاية عبر المطارات العاملة والمنافذ الحدودية ظلال سلبية وصورة قاطمة إن عكست على العاصمة الخرطوم وبعض المدن الأخرى في ظل المعاناة التي يواجهها من صعوبة توفير حاجاتهم المعيشية اليومية وما صحبها من انقطاع للكهرباء والمياه لأيام عدة إضافة إلى تدهور الخدمات الصحية بسبب الاشتباكات اشتركوا في القناة